بعد هذه المرحلة يعني بعد كده استمرت في حفظ القرآن الكريم ومن بعدها طبعا اتجهت إن أنا أقرأه بأحكام التجويد اتوجهت بعد ذلك إن أنا أدرسه على إيد مشايخ مرة واثنين وثلاثة إن أنا أعيد حفظ القرآن الكريم مرة واثنين وثلاثة لإن الانقطاع عن حفظ القرآن الكريم يعتبر أنت بتعيد من الأول تاني يعني كان والدي يقول لي ربنا بيرك فيه ويحفظه كان دايما يقول لي اعطي القرآن وقتك كله قي يعطيك بعضه فتخيل انت لو اديت بعض وقتك للقرآن مش هيديك حاجة فطبعا كنت دائما حتى بعد ما حفظت القرآن الكريم انا فضلت على هذه المسيرة ان انا افضل اكبر القرآن الكريم واترنم بالقرآن الكريم بحبي طبعا اصوات القرآن اصوات القراء فكنت طبعا اسمع القراء كتير زي الشيخ الحصري الشيخ المنشاوي الشيخ البنة الى غير ذلك واسمع القرآن مرة واثنين وثلاثة وما كنت اخطئ فيه كنت اكبره مرة واثنين وثلاثة عشان احفظه وما اخطأش فيه تاني وإلى الآن نتعلم والله يعني إلى الآن نتعلم في القرآن الكريم لسنا كبارا على القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى حباه بصوت جيد وحنجرة جميلة تسمع القرآن يعني لا اقول وكأنك تسمع القرآن لأول مرة لكن تشعر كأنك تستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى تجد الخشوع والسكينة تتنزل على قلبك حين تسمعه يقرأ القرآن الكريم لا أزكيه عن الله سبحانه وتعالى فهو من أفضل مدرس قسم القرآن الكريم والعلوم الشرعية بمعهد العبور أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن قفتك من مني يمنا ثم كان ألقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى